موسيقى مشاهدين إنجاب الأطفال بالتأكيد هو حلم كل أب وكل أم وهو أحد الأهداف الرئيسية للحياة الزوجية لكن للأسف الشديد قد يحرم البعض من إنجاب الأطفال والآن مع مرور الزمن تطورت التقنيات الطبية والجراحية وكشف العلماء والباحثون النقاب عن طرق عديدة لمنح الأباء والأمهات فرصة الحصول على أبناء من هذه الطرق المعتمدة كثيرا ما يسمى اصطلاحا وشعبيا بأطفال الأنابيب سنتعرف الآن في هذه الفقرة على طريقة أطفال الأنابيب وأهم المخاطر والمشاكل المصاحبة لها وأيضا أهم النصائح التي لابد من اتباعها في حال قرر الأباء والأمهات اتباع هذه الطريقة نستضيف معنا في الأستوديو الدكتور جهاد فرارجة استشاري العقم وأطفال الأنابيب أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك أهلا وسهلا يعني كثيرا ما نسمع عن مصطلح أطفال الأنابيب لو تعرفنا هيك بطريقة علمية مبسطة ما هي أو ما هو هذا المصطلح هذه الطريقة أطفال الأنابيب يعني بالأول بنحكي عن العقم إذا في عنا زوجين متزوجين لمدة عام كامل وما صار إنجاب بشكل طبيعي في عدة مراحل أما بالنهاية آخر حل نلجأ له هو عملية أطفال الأنابيب نعم بشكل مبسط ما معنى عملية أطفال الأنابيب إنه إحنا نقوم بإطاء بعض العلاجات للمريضة لزيادة عدد بويضاتها ومثل ما نسحب البويضات إلى الخارج ونقوم بتلقيح حابق الخارج مخبرية نعم داخل الأنبوب من هيك صار اسمها عملية أطفال الأنابيب ونتابع نمو الأجنة بالخارج مخبريا ومن ثم نقوم بزراعة الجنين للمرأة يعني هو الإخصاب أصلا يتم خارجيا عشان هيك يسمي بعملية أطفال الأنابيب لأنه أحد الأسباب الرئيسية المعيقة للإنجاب هي إغلاق الأنابيب يعني عند كل مرأة في أنبوبين بنسميهم أنبيب فالوب إذا هذه الأنابيب كانت مغلقة فإحنا بنسوي لها باي باس يعني نسحب البويضات للخارج بنلقح البويضات بالخارج بنتابع نمو الأجنة ما استخدمنا أنبيب المرأة استخدمنا الأنبوب الخارجي بالمخبر ثم بنزرع الجنين داخل الرحم مباشرة طب ذكرت في البداية دكتور مسألة مهمة جدا أنه عن العقم هناك أسباب عديدة للعقم وليست كل الأسباب مؤدية لعلاج أطفال الأنابيب أو لاستخدام هذا الأسلوب في العلاج يمكن كثير من الأمهات أو كثير من السيدات بخافوا أنه مجرد ما إنها ما أنجبت أو تأخرت في الإنجاب لابد أن ألجأ لهذه الطريقة الصعبة نوعا ما لكن خبرنا شو هي الطرق فعليا أو الأسباب التي قد تدفع الزوجين في النهاية للجوء لأعمل الأطفال يعني هي بالأول بس مش طريقة صعبة يعني خلينا نحكي لكنها مؤلمة نوعا ما يعني فيئلها تباعات على المرأة رح حكي عنها بالتفصيل بالأول زي ما حكينا تفسير العقم هناك أسباب بتعود للمرأة وأسباب بتعود للرجل يعني إذا لنا زوجين متزوجين وعندهم علاقة مستمرة يعني بمعدل مرتين لثلاث مرات بالأسبوع ولمدة عام كامل لسنة كاملة إذا لم يتم حمل بالطرق الطبيعية هناك في سبب رئيسي ما هي هذه الأسباب؟ نعم أولا خلينا نحكي للمرأة المرأة إذا كانت عندها القنوات مغلقة لا يتم إنجاب الطريقة الطبيعية إذا كان عندها التصاقات داخل البطن والمبايد إذا كان عندها تكيّس على المبايد إذا كان عندها خربطة بالهرمونات يعني عدم انتظام بالهرمونات وهذا يعدي إلى عدم انتظام بالدورة الشهرية هذه هي أهم الأسباب الرئيسية عند المرأة نعم عند الرجل الحيوان المنوي مهم جدا يعني لما بيجينا احنا اتنين على المشفى صار لهم سنة ما بيخلفه بنقوم بهذه التحاليل الزوج بيعطي تحليل حيوان منوي يعني عدد الحيوانات المنوية عند الرجل مهم جدا قدش الانتاج الطبيعي لازم يكون؟ المفروض يكون بين 20 مليون ل120 مليون العدد بالسيسي الواحد يعني بالمليلتر الواحد على الأقل 20 مليون يجب أن تكون السرعة أكتر من 50% يجب أن يكون شكل الحيوان المنوي طبيعي لأنه هناك في نسبة تشوهات يعني إذا كانت نسبة التشوهات في الحيوانات المنوية أكتر من 96% لا يكون إنجاب بالطريقة الطبيعية إذا كان العدد عندنا أقل من 20 مليون لا يتم بالطرق الطبيعية يعني زي ما حكيتي قبل شوي مش كل اتنين ما بيخلفوا إلا بنلجأ مباشرة لهذه العملية لعملية أطفال الأنبيب إذا الأنبيب مغلقة تماما عند المرأة بنلجأ لأطفال الأنبيب مباشرة إذا عدد الحيوانات المنوية عند الرجل 6 مليون فما أقل أو السرعة أقل من 50% أو التشوه أكتر من 96% من عدد الحيوانات المنوية بنلجأ لعملية أطفال الأنبيب أما نأخذ مثال مثلا أجونا زوجين الرجل عنده 15 مليون الحركة 40% المرأة سوينا لها صورة رحم ضليلية الهيسيقية طلقت الأنبيب مفتوحة عندها الإبادة الطبيعية لا ما بنلجأ مباشرة لأطفال الأنبيب هناك مراحل قبل عملية أطفال الأنبيب يعني بنقوم بتحريض المبايض ممكن نلجأ بالطريقة الثانية بالأول لعملية بنسميها الـ I.O.I يعني اللي عملية تلقيح اصطناعي يعني بناخذ الحيوانات المنوية من الرجل مخبرياً بنقوم بعملية فرز إلها يعني بنفرز الحيوانات المنوية السريعة جداً اللي شكلها طبيعي وبنقوم بحقنها داخل رحم المرأة نعم بعد استنفاذ كل هذه الخطوات إذا ما صار حمل بنرجع لعملية أطفال الأنبيب نعم وزي ما حكيت فيه هناك أسباب رئيسية مثلاً اللي عديتها قبل شوي ممكن بتخلينا بنرجع لعملية أطفال الأنبيب مباشرة نعم طيب دكتور يعني أنا من الناس اللي بسمع يعني عن كثير من الحالات اللي كانت ملاصقة لي في حياتي أنه بصراحة هي عملية صعبة قد تكون مؤلمة لها بعض التبعات على المرأة ما بعرف إذا الآن صار فيه تطور أكثر لتقنية استخدام هذه الطريقة وبالتالي صف فيه نوع من الراحة فلو تخبرنا يعني في حال أنه المرأة لجأت شو أسليب العناية فيها في المرأة في هاي الحالة يعني عملية مؤلمة أكيد لا ولكن طبعاً فيه وضع نفسي ووضع اجتماعي أنه المرأة إذا ما خلفت من هون لسنتين ثلاثة سنين خلصاً بمجتمعاتنا العربية والإسلامية كن فيه ضغط نفسي وضغط عائلي أما عملية أطفال الأنبيب يعني بتجينا المرأة قررنا أن نسوي لها عملية أطفال الأنبيب احنا تالت يوم الدورة مباشرة بمليش لها إبر زي إبر الإنسولين محرضات حتى يصير عنا بنحاول نحصل على أكبر كم من البويضات العدد يكون كتير وجوده تكون عالية عملية سحب البويضات بتتم تحت البنج العام يعني المريضة لا تشعر بأي ألم وعملية قصيرة جداً يعني فترتها بنج كامل بنج كامل حتى مش موضعي طبعاً عن طريق الأولتراساوند المهبلي في إبر خاصة بندخل لداخل المبيض ونسحب البويضات للخارج كل عملية بتستار بين 10 إلى 15 دقيقة بنفس اليوم بتروح المريضة على بيتها عادي بتمارس حياتها الطبيعية بنتابع نمو الأجنة بالمخبر بين اليوم الثالث لليوم الخامس من نمو الأجنة عملية الزراعة بتكون بدون بنجعام وعملية غير مؤلمة إطلاقاً ننصح المرضى نحن بهذاك اليوم أن يكون فيه راحة تامة للمريضة فقط بهذاك اليوم دائماً بيكون نصيحة أنه عناية تامة للمرأة بأول أشهر من الحمل يعني هو هذا مصطلح اجتماعي أكتر ما أنه علمي يعني إذا صار حمل الحمل الطبيعي لا يختلف عن الحمل اللي تم بعملية أطفال ولكن إحنا لأنه هناك كلفة مادية والضغط اجتماعي ووضع نفسي نقوم بعملية استباقية شو العملية الاستباقية؟ أنه نستخدم أدوية متبتات مميعات حتى نزيد من فرصة نجاح أنه يمسك هذا الحمل صحيح حمل طبيعي بالوضع الطبيعي إحنا أخذنا البوايضات لبره لقحناها صار عنا أجنة وضعنا الأجنة داخل الرحم إذا صار حمل لا يختلف عن الحمل الطبيعي أطلاقاً لكن الناس زي ما حكيت لك يعني هناك كلفة مادية هناك ضغط نفسي هناك ضغط اجتماعي وإحنا حتى نزيد نسبة النجاح نستخدم بعض الأدوية مثبت مميع بنحكي لها أنها ترتاح بأول أسابيع بعد هيك كل شي طبيعي بيتم متابعة الحمل بالطريقة الطبيعية زي أي حامل عادية نعم طيب بالنسبة لفرص النجاح والفشل فعلياً قديش فرص النجاح لهذه العملية متى يمكن أن تفشل بشكل تام لأنه برضو بنسمع عن بعض الحالات أنه تكررت عملية الإخصاب عن طريق أطفال لأنا بيولي للأسف الشديد أنه مات من نجاح العملية سؤال رائع هذا بعود لعدة أسباب أولاً سن المرأة مهم جداً يعني بنقدر نعطي نسبة نجاح للمرأة اللي بتيجي بين 20 ل 30 سنة بين 60 ل 70 بالمئة ليش؟ لأنه بتكون فترة الإخصاب أو عدد البويضات اللي ممكن ناخدها من هاي المريضة عدد أكبر كتير وهيكا بنتحكم أنه بكون عندنا عدد أجن كتير بنزرع لها الأجن من الدرجة الأولى بينما إذا زاد سنها بين 35 بين 30 ل 35 هاي النسبة بتنزل يمكن لـ 40 بالمئة إذا صار سنها فوق الأربعين تنزل هاي نسبة النجاح لبين 10 لـ 15 بالمئة ليه لأنه عدد البويضات اللي ممكن ناخدها من هاي المريضة قليلة جداً يعني لما ناخد إحنا من مريضة عمرها فوق الأربعين بويضتين لثلاث بويضات بيكون شيء كويس يعني كمية المحرضات أو العلاجات اللي بنعطيها بتكون عالية جداً ولكن عدد البويضات اللي ممكن نحصل عليها تكون قليلاً لأنه هناك تناسب طردي أو نسميه عكسي يعني كل المرأة ما زاد سنها بقل عدد البويضات يعني علمياً الآن متوسط فلاس المبايض أو ما بنسميه سن الطمط عالمياً بين 43 لا بين 43 لـ 47 يعني معدل 45 تقبل الخمسين طبعاً يعني عالمياً 90% من النساء بسن 45 لـ 47 تدخل بصير لا نستطيع الحصول على بويضات إطلاقاً طبعاً هناك شوائد أو نسبة بين 5 إلى 10% وبتحكم فيها الوضع الجيني والعرقي يعني ممكن أنه تضل نسبة الإنجاب موجودة عند بعض النساء ولكن هاي نسبة قليلة لسن الخمسين نعم اثنين عدد يعني ما يتعلق بالرجل نسبة النجاح إنه شكل وسرعة الحيوانات المنوية عندنا يعني مثلاً إذا عندنا رجل عنده الحيوانات المنوية عددها 500 ألف غير عن رجل اللي عنده 10 مليون نعم هاي هي اللي بتحدد نسب النجاح عندنا ثلاثة ليه مثلاً أكبر نسبة احنا بنعطيها 60 إلى 70% نسبة النجاح مش 100% يعني احنا بنسحب البويضات يعني ممكن نعطيها العلاج الصحيح اللي هو المحرض الصحيح نحصل منها على عدد بويضات ممتاز 15-20 بويضة وكون عندنا جودة البويضات هاي عالية جداً يصير عندنا أجنة من الدرجة الأولى ونزرع لها جنينين مثلاً هلا احنا كأطباء نتحكم بكل هاي العملية لحديد زرع الأجنة يعني تحت الأولتراساود بنشوف داخل الرحم وبنزرع الجنين نوضع الجنين داخل الرحم بس ثبوت الجنين هذا لا نتحكم فيه يعني هناك قوة إلهية بالنهاية بالتأكيد عشان هيك ما بنعطي بأحسن الظروف لمريضة إنه نسبة نجاحك 100% راح تكون نضل نعطي نسبة 30% هاي إنه ممكن ما تصير نسبة نجاح لأنه الجنين بعد زراعته ممكن يثبت بعد نص ساعة وينغرس داخل الرحم ممكن يضال 24 ساعة يدور داخل تجويف الرحم بطانة الرحم حتى يلاقي المكان المناسب إله وينغرس فيه وممكن يسقط هذا هناك قوة إلهية بتتحكم كانت بأحسن المراكز عالميا لا يعطى نسبة نجاح أكثر من 70% طيب دكتور متى فعليا ما بتنصح المرأة إطلاقا إنه تجري هذه العملية بأي نوع من الحالات هل في أمراض معينة مثلا في حال كانت المرأة مصابة فيها لا ينصح إطلاقا باستخدام هذه الطريقة في رابط معين كل مرأة نستطيع أن نحصل منها على بويضات ممكن نسوي لها عملية أطفال يعني اللي بهمنا عدد البويضات وجودتها لا يوجد أي مانا لأي مرأة فترة الإباضة لسه مستمرة عندها أنها ما تسوي عملية أطفال يعني في حالات 44 سنة أو 45 سنة أخذنا منها بويضة أو بويضتين وزرعنا لها وصار حمل نعم فكل مرأة بإمكانها أنها تلجأ لهذه العملية وزي ما حكيت لك عملية غير مؤلمة إطلاقا جميل وبننصح النساء بشكل عام يعني أنا دائما أنه ما يستنفذوا ويستنوا لفترة طويلة يعني زي ما حكيت لك بالعشرينات نسبة النجاح بتكون عالية جدا لأن مفترة يعني عدد البويضات الممكن نأخذها من المريضة بتكون عالية جدا بالتلاتينات بتقل يعني فيه ناس كتير بيستنى يعني بيستنى عشر سنين ما بيرجأ لهذه العملية وهذا خطأ يعني زي ما حكيت بالتأكيد بعد عشر سنين رح تقل يعني نسبة النجاح العملية طبعا يعني إحنا زي ما حكيت علميا أنه إذا فيه سنة كاملة العلاقة زوجية مستمرة وما صار حمل ممكن تفكروا بإجراء العملية يعني فيه سبب رئيسي هناك عقم ما هو هذا السبب الرئيسي إحنا نبحث عن السبب الرئيسي إذا سبب عائق شديد زي ما حكيت أنا بيبهم سكري يعني لابدى تظل تستنى عشر سنين يعني مستحيل تحبل بالطرق الطبيعية يعني كثير من المرات يعني الآن ممكن تكلفتها قلت صحيح يعني بسبب التكلفة لكن فيه أحد الأفكار الشعبية الشائعة حول عملية أطفال الأنابيب ولابد من طرحها مسألة أنه الدكتور يستطيع التحكم بشكل الجنين بأنه ولد أو بنت بصفات هذا الجنين فلو تخبرنا فعليا ما الذي يستطيع الطبيب التحكم يعني صفات الجنين لا أكيد من الأم ومن الأب يعني الأفكار الشائعة طبعا اللي بعض الناس تعتقدها حول عملية أطفال الأنابيب شكل الجنين هو أزعتا بتعرفي البويدة جاي من الأم الحيوال منه جاي من الأب يعني فيه 23 كرموزوم من الأم فيه 23 كرموزوم من الأب فهو أكيد رح يحمل صفاتهم اتنين يا مشتركة يا ما ممكن تكون صفات الأم أكتر أو الأب أكتر ومش الطبيب هو اللي بتحكم بنهاية لا الصفات طبعا لها قدرة إلهية ولكن نحن نستطيع أن نحدد جنس الجنين علميا من خلال أطفال الأنابيب طبعا يعني لما يكون عندنا جنين بالمخبر لما يكبر في ثالث يوم يعني عندنا لقحنا البويدة أول يوم تنقسم البويدة بصير جنين ذو خليتين نعم الثاني يوم بصير أربع خلايا اليوم الثالث بصير ثمان خلايا اعتبارا من اليوم الرابع متعدد الخلايا هذا الجنين فإحنا باليوم الثالث ممكن ناخد إحدى هاي الخلايا ونحللها من الناحية الجينية يعني كطباء نستطيع أن نعرف أن هذا الجنين سليم مئة بالمئة من الناحية الجينية جميل نستطيع أن نعرف قبل زرعه طبعا طبعا قبل زرعه نعم نستطيع أن نعرف أنه ذكر ولا أنثى وعلى ضوءه يعني هاي الطريقة اسمها BGD يعني Pregnetic Diagnosis يعني الفحص الجيني والتسخيص الجيني قبل الزرع نعم يعني الهدف الرئيسي منها هو التشخيص الجيني ولكن من خلالها من ضمن الجينات أنه هو الواي والأكس نقدر نعرف أنه هذا الجنين ذكر ولا أنثى ولكن بتركيا ممنوع تحديد الجنس نعم يعني بيجوا أزواج كتير احنا بدنا بس ذكر أو بدنا أنثى ممنوع أن نقوم فيها داخل تركيا نعم ولكن نستخدمها لمثلا صلة قرابة أو تشوهات بالأولاد السابقين عندها دول يعني من أحد أسباب عمليات أطفال الأنابيب مش بس لأنه في عقم لا أنه مثلا زوجين عندهم أولاد ولكن في تشوه بالأولاد نعم أو أمراض فممكن من خلال أطفال الأنابيب لأنه بتعملوا فحص جيني قبل نحن بنفحص الأجن وبنضرع الجنين السليم مئة بالمئة فهي العائلة تحصل على طفل سليم مئة بالمئة هذا أحد الأسباب الرئيسية برضو لعملية أطفال الأنابيب علميا نستطيع تحديد الجنس ولكن في تركيا ممنوع بالدول العربية لسه مسموح بسواب أوروبا ممنوع برضو يعني ممنوع تحديد الجنس بتركيا وبالدول الأوروبية بالدول العربية للأسف أنا بحكي مسموح فيها نعم يعني دكتور جهاد فراج صراحة نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات المهمة جدا والممتعة جدا يعني أطفيت علينا متعة في هذه الفقرة الطبية شكرا جزيلا لك أهلا مسألو فيكم أهلا مسألو فيكم أهلا مسألو فيكم